النسيج العمراني الاجتماعي لدولة الأمير عبدالقادر رابعاً طلعة تسعيدة الحلقة الثانية والخمسون من سلسلة الجوانب الارتصادية والاجتماعية في دولة الأمير عبدالقادر السلام عليكم مرحباً بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأصدر مصدر ومرجع المعلومات طلعة تسعيدة ترى سعيدة في الغرب الجزائري يحدها من الشامال معسرر ومن الجنوب البيض ومن الشرط تيارة ومن الغرب سيدي بالعباس وهي مبنية على منحدر من جبال سعيدة التي تبلغ على قمة بها على مستوى سطح البحر بحوالي 1288 مت ضيفة فواد باطلاند الذي يعرف اليوم باسم مودي سعيدة وبظهر الأمير أصبحت تعرف باسم طلعة الأمير عبدالقادر بسعيدة القديمة وهي تبعد عن سعيدة الجديدة بإثنان تيلومات وتعتبر طلعة سعيدة ثلث طلعة باشا الأمير عبدالقادر بناءها بعد طول من تردنت 1836 و1838 ميلادي ولم ترتم البناء إلا في شهر أرتوبر من نفس السنة حيث بتاريخ 17 جنوبي 1839 ميلادي خرج الخليفة مصطفى بن التهامي والقايد الحاج البخاري بأمين الأمير عبدالقادر لتحديد موضع المدينة الجديدة لتشهيدها وعندما تمت أشغال البناء أصبحت المدينة الجديدة مطر الطباة المجاورة الوافدة إليها تطبيلت أولاد حيان الغرابة والجعافرة وأولاد سيد الشيخ إضافة إلى الطباة التي كانت تسرن بالمنطرة الترابيلة أولاد إبراهيم والحساسنة وبني مريم وتما بنى الأمير عبدالقادر بطلعة تسعيدة مجموعة من المنشآت أحاطها بصور ضخم وتتمثل تلك المنشآت في طصر ومخازن وطحونة مائية وفندر واتواخ الصور والأبراج كانت تلطلعة محاطة بصور من الجهة الغربية والشاطية والشمالية أما الجهة الجنوبية فتاة محمية بتافعال ارتفاع حوالي أربعون أمت وقد كان الصور ذات شاتل مستطيل ومبني هذا بالحجار الغي مشذبة شدت إلى بعضها الباب بواسطة ملاط من الطين أما عن الأبراج فتاة تتخلل الصور مطرساتها سبعة في سبعة أمت مربع القص بأنها الأمير في الجهة الشمالية الغربية للطلعة وتانى حسب مونتانيات عبارة عن دار تنمو عن ذوك راهيف ومن الطيراز العربي ومزينة بنواتي من الجبس ونوتوات من الممار رائعة تنحت في أسفل الجدران وتانى لها روية تسندها صفوف من العمدة والأبواب ونوافذ مطوصة وأرضية من الرخام وردتان هذا القص ملت الأمير إلى أن هناك من ينسب إلى الخليفة مصطفى بن التهامي وربما هذا الرأي هو الصواب لطلة إطامة الأمير في القلعة المخازن يطر النقيب الفرنسي موريسو على أنه تانى يوجد في طلعة السعيدة مخزن البارود والرصاص والمونة ويوضيف أمريت إلى تلت المخزونات القمح والحديد لاتننا لا ندري إن تانى تلت المخزونات وضعت لها مباني خاصة بها أم حفرت لها مطمئة تلك التي نجدها في تاردامت وطازا المطحنة كانت طلعة السعيدة تشريف على ودي بوتلورد حاليا ودي سعيدة من الجهة الشاطية ولا قد استغل الأمير هذا الودي وأعطام فيه مطحنة تضر بالماء ولم يعود لها الآن وجود ومن دون شتى أنها كانت مخصصة لطحن الحبوب الفندر لم يخفى على الأمير أن هناك مسافرين هم بحاجة إلى ما ويلجعون إليه عند ارتضاء الأمر وذلك تبنى لهم الفنادر ومن بين تلت الفنادر فندر طلعت تسعيدة وتدعينا على هذا الفندر وزيان يطم بخدمة المسافرين ويقدم لهم الطعام المباني المدينة يشير بليسي لوجود بيوته بالأحرى بعض الأطوخ بطلعة السعيدة وحسب النقيب موريسو تانا يتراوح عددها بين 20 و25 مستنان ومن دون شتى أن هذا العدد تانا يرتصر على عدد المساتن التي تنت موجودة داخل أسوار الطلعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد